السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واسعد الله مساءكم بكل خير معاكم أخوكم مروان منصور من قناة أسرار الزراعة اليوم بدنا نزرع نبتة السداج هاي بسورية نقول عنها نبتة السداج وهاي النبتة جميلة جدا وبمنها ألوان كثيرة إذن أول شي لازم نجيب غصن من نبتة موجودة عندنا أو عجيراننا أو عند حدا من أصدقائنا بدنا نجيب غصن بهذا الشكل ونقص منه أقلام لازم يكون طول القلم اللي بدنا نقصه من 10 إلى 12 سنطي حد أقصى ولازم يكون بكل قلم قصنا برعمة لأن بعد ما نزرع القلم هاي البرعمة هي اللي بده تفرع وتصير نبتة كبيرة ثاني شي إحنا لازم نجيب سطل صغير بهذا الحجم ولازم يكون بيو فتحات تصريف المياه من الأسفل مشان بسقينة التربة ما بتعفن إذن أخوتي إحنا جبنا السطل بهذا الشكل ولازم نجيب شوية تربة ونخلطها مع شوية سماد عضوي اللي ما يعرف شن هو السماد العضوي يعني مخلفات الأبقار أو الماعز أو المواشي بشكل عام إذن أخوتي إحنا جينا على الأقلام بدنا نزرعها ولازم يكون اتجاه البرعمة إلى الأعلى لأنه غالبا ما يكون أحد الأشخاص لمن بده يزرع بعد ما يقص الأقلام ما يعرف وين اتجاه الغلم لذلك يزرع القلم بالمقلوب إذن إحنا لازم نجلس القلم لازم يكون اتجاه البرعمة للأعلى ولازم نترك مسافة من الساق فوق البرعمة لازم يكون طولها من 3 إلى 4 سنطي تقريبا لأنه إحنا بعد ما نزرع الأقلام بهذا الشكل بعد شهر تقريبا أو شهر ونصف مجرد ما بلشت النبتة عندنا يتفرع وراق جديدة هذا القلم بده يبس من الأعلى لذلك إحنا لازم نترك مسافة مشان القلم بس يبس ما يوصل البرعمة وبدنا نسقي بشكل مباشر بهذا الشكل لازم ما نسقي كل التربة ونخليها تتبلل ليش؟ لأنه إحنا لو سقينا كل التربة التربة بدها تعفن إذن إحنا لازم نسقي جزء من التربة مشان الجزء الثاني اللي ظل بدون سقاية هو يسحب الرطوبة من التربة اللي سقيناها ثاني شي لازم نجيب قنينة بهذا الشكل حيلا قنينة مي أو قنينة زيت تكون فارغة من زمان يعني ما بها أي مواد بالداخل ولازم نحط به شوي تتراب بهذا الشكل مشان نجلس أرضية القنينة مثل ما تعرفون أرضية القنينة على شكل هرم هاي القنينة فوائدها لا تعد ولا تحصى أول شي تخلي عندنا يكون الجو مناسب للتربة وبهاي الحالة النبتة تفرع عندنا مثل ما تعرفون بمواعيد للزراعة مواعيد الزراعة بالشهر الثاني أو الثالث بداية الربيع غير هيك أي شي تزرع ورح يموت من البرد لذلك احنا زرعنا الأقلام وحطناها داخل القنينة لأن الجو داخل القنينة مثل جو الربيع إذن القنينة شي مهم بالنسبة للزراعة وبس بدنا نسقي ما بداعي نطالع النبتة حتى نسقيها فقط نشيل الغطى من الأعلى ونسقي النبتة ونرجع نرجع القطى بعد شهر ونص رح تصير النبتة عندنا بهذا الشكل والنمو رح يكون سريع جدا ليش؟ لأنه في رطوبة وفي حرارة داخل القنينة خليني أطالع النبتة وشوفكم كيف الأقلام صارت النبتة عندنا ما شاء الله ألوانها حلوة وجميلة جدا 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 وأرجع أذكرك أخوتي مجرد ما قصيتم الأقلام للزراعة لازم تترك ثلاث سنطي من القلم فوق البرعمة لأن بعد ما تزرع القلم بشغل الشهر أو عشرين يوم تقريبا رح يبلش يبس جزء من القلم من الأعلى وما بدنا هذا اليباس يأثر على البرعمة يعني لازم أنت تترك مسافة فوق البرعمة ثلاث سنطي تقريبا بعد مرور تسعين يوم على زراعة الأقلام صارت عندنا النبتة بهذا المنظر الجميل الياخذ العقل إن شاء الله تكونون استفدتم من هذا الفيديو ولو بمعلومة واحدة أتمنى منكم مشاركة المقطع حتى ينتشر وعم الخير على الجميع كان معكم أخوكم أروان منصور من قناة أسرار الزراعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته